السلام عليكم ورحمة الله أعزائي تلامذ الصف السادس درسنا لهذا اليوم هو موضوع نصب الفعل المضارع أعزائي خذنا في درس سابق رفع الفعل المضارع وأصلا هو الفعل المضارع هو يكون مرفوع الفعل المضارع إذا لم يسبق بأدات نصب أو جزم هو مرفوع فعل المضارع مرفوع لكن إذا سبق الفعل المضارع بأدوات النصب إحدى أدوات النصب يكون الفعل المضارع منصوب من إحدى أدوات النصب عدنا هي أن ولن أن هي أدات نصب أن أعزائي أن هنا همزة وهنا سكون وليس تختلف عن إن أو أن بدون شدة أن أن مثل يعجبني أن تساعد الناس يعجبني أن تساعد الناس الأدات الثانية أدات النصب هي لن مثل لن تبلغ النجاح إلا بالجدي والإجتهاد لن تبلغ النجاح إلا بالجدي والإجتهاد فأدنا أن ولن هذه أدوات النصب والفتحة هي علامة نصب الفعل المضارع الفتحة هي علامة نصب الفعل المضارع إذن إذا سبق الفعل المضارع بأداة نصب أن أو لن يكون الفعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة عدنا حل التمرينات التمرين الأول عين أدوات النصب والأفعال المنصوبة وبين علامة نصبها فيما يأتي التمرين الأول أداة النصب أولاً أود أن يتحقق التقدم والإزدهار لبلادي فأداة النصب أن الفعل المنصوب يتحققه علامة النصب الفتحة ثانياً لن أتأخر عن الموعد أداة النصب لن فعل المضارع المنصوب أتأخره علامة النصب الفتحة ثالثاً أتمنى أن يفوز فريقنا هنا أداة النصب أن فعل المضارع المنصوب يفوزه علامة النصب الفتحة رابعاً لن يضيع الله أجرم من أحسن عمله رابعاً عدنا لن أداة النصب لن الفعل المضارع المنصوب يضيعه العلامة النصب الفتحة خامساً يفرحني أن تنجح عدنا أداة النصب أن فعل المضارع المنصوب تنجح وعلامة النصب الفتحة التدريب الثاني ضع أداة نصب أداة لنصب الفعل المضارع في الفراغ فيما يلي واضبط الفعل المضارع بالشكل أولاً لن يحترم الناس الغشاشة ثانياً يجب عليك أن تطيع والديك ثالثاً ينبغي لك أن تغسل يديك قبل الأكل وبعده رابعاً لن يسافر محمد خامساً يسرني أن تجتهد في دروسك أعزائي أن دائماً تجي في وسط الجملة أن تأتي في وسط الجملة ثالثاً ضع فعل مضارع مناسب في المكان الخالي واضبطه بالشكل أولاً لن يفشل المجد ثانياً أحب أن يلتزم الإنسان بالموعد ثالثاً يفضل زيد أن يستيقظ مبكراً رابعاً من الأفضل أن تؤديه الواجب كل يوم خامساً لن أتنازل عن قول الحق عدنا الإعراب الجملة التمرين الرابع أولاً يحب المدير أن يطبق التلامي للنظام يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره يحب المدير من الذي يحب المدير إذن المدير هو الفاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أن أداة نصب أن أداة نصب يطبق فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره التلاميذ فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره النظام مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الظاهرة على آخره لاحظوا أعزائي يعني في جملة واحدة فعل وفاعل أداة نصب فعل فاعل مفعول به لاحظتم فعل وفاعل أداة نصب وفعل وفاعل مفعول به في جملة واحدة وهنا جاء الفعل المضارع مرفوع لأن لم يسبق بأي أداة فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره بينما هنا جاءت قبله أداة نصب فيكون فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره الجملة الثانية لن ينجو المقصر من العقاب لن أداة نصب ونفي أداة نصب ونفي ينجو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره ليش فعل مضارع منصوب لأن جاءت قبله أداة نصب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره المقصر فعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره من حرف جر العقابي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أعزائي انتهى درسنا لهذا اليوم اللي هو نصب الفعل المضارع وعدنا أداة يلا النصب إذا جاءت قبل الفعل المضارع يكون الفعل المضارع منصوب بالفتحة اللي هي أن ولن حلينا التمارين معكم أعزائي يرجى الاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين وضغطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته